طيور الحب جي زيبرا فنش بمختلف أسماء هذه الطيور أقيم الملتقى والبطولة الوطنية الأولى في عدن لهذه الطيور في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن في هذه الفعالية جرت تعرف على أنواع الطيور الموجودة في مدينة عدن كما وفرت هذه المسابقة مصدر دخل لمربي الطيور إذ تعد فرصة لعرض وتسويق أنواعها وبيعها مقابل مبالغ مالية عدد الطيور المشاركة 200 وأكثر من 200 طير في أربع طفرات اللي هو البادقي والفيشر والروز والزيبرا المشتركين يفوقوا 60 مشترك أهمية المعرض هذا لروح التنافس وإشهار المراكز الأولى والثانية والثالثة وتنافس روح المنافسة بالمعرض بأصواتهم المغردة وأحجامهم المتفاوتة وألوانهم الزاهية أسروا قلوب الحاضرين حيث شكل المتسابقون حضورا لافتا فهؤلاء الزوار جاءوا من مختلف المديريات ليبتهجوا برؤية هذه الطيور والتعرف على أصنافها المختلفة وربما شرائها وتربيتها أيضا أنا معرض جميل أنا اليوم قيت كظيف وشفت شي ما توقعت أن يشوفوا في عدن وما توقعت أن هناك ناس مهتمين في الطيور في عدن أو في اليمن بشكل عام فهذه خطوة إيقابية ونقلات نوعية في هذه المقالات مقالة الطيور والحيوانات في عدن يؤمن البعض بأن الطيور يجب أن تحلق في السماء بينما البعض الآخر يفضل الاحتفاظ بها خلف أقفاص للاهتمام بها كزينة ولكن الجميع يتفق على التعامل معها برفق فهي من أكثر ما ترمز للمحبة والسلام